سيداتي وسادتي نستقبل اليوم ضيفا عزيزا على قلوبنا اشتقنا له واشتقنا لسماع مغامراته الشيقة والمثيرة فلنرحب جميعا بالمحقق الذكي المحقق الشهير المحقق عدنان السلام عليكم سعيد بعودتي لكم وأنا مدين لكم بالشكر الكبير على تفاعلكم الرائع مع كل قصص التي رويتها سابقا لكم واليوم عدت لكم بقضية غامضة وشيقة أحببت أن أرويها لكم لذا أصدقائي اتخذوا وضعية مريحة واستمتعوا بما سأرويه اليوم لكم ولا تنسوا أن تتركوا لي إعجابا وتكتبوا لي تعليقا رائعا منكم بدأت قصتي في أحد ليالي الصيف عندما وردنا اتصال من أحد المارة عن وجود جثة في الغابة شكرا لك سيدي حدد لي المكان وسنرسل الدعم حالا ما هي إلا لحظات حتى جاءني أحد رجالي فأخبرني بالاتصال الذي ورد فطلبت تجهيز قوة للتوجه في الحال إلى ذلك المكان وتفاجأنا بتواجد بعض الصحفيين المزعجين في المكان طلبت من رجالي إبعادهم على الفور حتى لا يتم إفساد أي دليل يمكننا من خلاله التوصل إلى الجاني كانت الجثة تعود لرجل مدى في الخمسين من عمره لفت انتباهي تلك الأوشام التي توجد على كتفيه يبدو أنه قد توفي بسبب رصاصة قد اخترقت صدره واستقرت في قلبه هل لاحظت أيتها الضابطة نشارة الخشب المتواجدة حوله؟ هذا غريب من أين جاءت؟ تقدمت إحدى الصحفيات سيدي هل توصلتم إلى هوية المجني عليه؟ كيف وصلت إلى هنا؟ أنا لا أحب تدخل الصحفيين الفضوليين أمثالك أرجوك يا آنسة لقد اكتشفنا الجثة للتو ولا تتوفر لدينا معلومات كافية حتى الآن وصلت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشفى وعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة كلفت أفراد فريق التحقيق الخاص به بالبدء في العمل على القضية قامت الضابطة منا بمتابعة عمل الطبيب الشرعي وإبلاغي بكل ما توصل إليه في الحال وكان على الشرطي بلال أن يجمع أي دليل في موقع الجريمة أما الضابطة وداد فكان عليها مطابقة البصمات ومعرفة هوية المجنية عليه ثم عينت فريق بحث شامل في المدينة وبالأخص بجانب تلك الغابة التي وجدنا فيها المجنية عليه توجهت إلى مركز الشرطة لمتابعة آخر ما توصل إليه فريق التحقيق الخاص به سيدي لقد توصلنا إلى هوية المجنية عليه اسمه سلمان أحمد ولقد كان يعمل صياداً متزوج وعمره خمسون عاماً تم ضبطه عدة مرات وهو يتعاطى المخدرات سجن على إثرها خمس سنوات ثم تم الإفراج عنه شكراً لك يا وداد هذه معلومات قيمة هل يمكنك تزويدي بعنوانه؟ فلابد من قيامي بزيارة لعائلته في صباح اليوم التالي توجهت إلى منزل الضحية واستغربت من هدوء المكان فلقد توقعت توافد المعزين إلى منزل المجنية عليه طرقت الباب وفاجأني ما رأيت فلقد كان من فتح الباب هو الضحية نفسها كيف عدت إلى الحياة؟ لقد رأيتك ميتاً بالأمس ماذا هناك يا سيدي؟ من الميت؟ أنا لا أفهم شيئاً ألست المدعو سليمان محمد الصياد ذو الخمسين عاماً؟ عذراً أنا المحقق عدنان من مكتب الجنايات ولقد كنت أقوم بالتحريات في مقتل سليمان محمد ولكنك نسخة طبق الأصل منه هذا غريب ماذا؟ هل مات أخي سليمان؟ هل أنت متأكد يا سيدي مما تقول؟ لقد حذرته دوماً من تعاطي المخدرات لكنه لم يستمع لي أبداً لعلي لا أذيع سراً يا سيدي لم نكن على وفاق منذ زمن بعيد فأنا لم أكن راضياً عما كان يقوم به أنا آسف لخسارتك يا سيدي سأقوم باستدعائك لجمع المعلومات لاحقاً وفي تلك اللحظة وردني اتصال هام منغير مجرى الأحداث كلها سيدي المحقق هل قرأت صحيفة اليوم؟ هناك شيء هام عليك الاطلاع فوراً عليه ماذا هناك يا مونة؟ تحدثي فوراً إنها تلك الصحفية المشاكسة لقد قامت بنشر خبر موت الصياد في الصفحة الأولى والمثير للدهشة ذلك العنوان الذي وضعته تحدثي أرجوكي العثور على جثة صياد يعمل لدى عصابة للتجارة بالمقدرات سبب الوفاة هو السم وهناك الكثير من المعلومات سيتم الإفصاح عنها عند التأكد منها ما رأيك يا سيدي؟ فيما كانت تفكر تلك الصحفية الحمقاء ستجر نفسها إلى المتاعب كيف وصلتها كل تلك المعلومات؟ لقد طلبت التكتم على الموضوع لقد أفسدت علينا الأمر بماذا تأمرني أيها المحقق؟ هل أقوم باعتقالها؟ نعم أنا أريدها فوراً سأكلفك بهذا الأمر أيها الضابطة لا أريد أن يصل إليها أحد قبلنا هل هذا مفهوم؟ انطلقت على الفور لرؤية الطبيب الشرعي ومعرفة صحة ما ورد في الصحيفة عندما وصلت إلى المشفى أخبرني الطبيب بأنه قام بتشريح الجثة وتبين أن سبب الوفاة هو الصم فعلاً وليس الطلقة النارية كما كنت أعتقد يبدو أن ذلك القاتل يتلعب بنا ولكنه لن يكون أكثر ذكاء مني والأغرب يا سيدي هو ما اكتشفته للتو لقد وجدت يا سيدي أن القتيل ميت منذ أكثر من أسبوع حقاً إن القاتل ذكي فعلاً ولكن من يضحك هو من يضحك أخيراً يبدو أنه يتحداني وأنا مستعد لذلك التحدي في ذلك الوقت رن هاتفي وكانت المتصلة تلك الصحفية سيدي ساعدني أرجوك أنا في ورطة يا ترى ماذا كان القدر يخبئ لتلك الصحفية وما هو السر المخفي في قضية مقتل الصياد سليمان وكيف سأتمكن من حل هذه القضية المعقدة ومن تعتقدون أنه القاتل أخبروني تحرياتكم في التعليقات لا تذهبوا بعيداً فهناك الكثير من الإثارة والتشويق التي تنتظركم في الجزء الثاني وإلى أن يحين ذلك الوقت لا بد من أن نقول وداعاً ألقاكم في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر